تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على ما تفضل به جلالته خلال ترأس جلالته اجتماع مجلس الدفاع الأعلى من إشادة وثناء على الإسهامات الإنسانية المتواصلة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وما قامت به من جهود لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء ومساهمتها الخير للإغاثة في دولة ليبيا الشقيقة واعتزاز جلالته بجميع المشاركين في عمليات الإغاثة وكل من أسهم في نجاحها وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد إن ما تفضل به سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من إشادة بدورنا في قيادتنا للعمل الإنساني للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والجهود النبيلة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في توفير المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء ومساهمتها الخير للإغاثة في دولة ليبيا الشقيقة له وسام نتشرف به ونضعه على صدورنا وتقدير عظيم من شخصية وقامة عظيمة كنا ولا نزال وسنظل نتعلم ونسترشد بها في جميع أعمالنا والمهام المناطة بنا فجلالته وحفظه الله ورعاه القدوة والمثل في مد يد العون والعطاء للمحتاجين ومساعدة المنكوبين في مختلف الظروف وقد ظهر هذا جليا في العديد من المواقف والمبادرات الإنسانية لجلالته في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المحتاجين ومد يد العون للمتضررين في مختلف بقاع العالم والتي تأتي ضمن مساعي مملكة البحرين في ترسيخ التضامن الدولي وانطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد أن هذا التقدير والإشادة السامية من سيد جلالة الملك المعظم تضعنا أمام مسؤولية كبيرة بأن نكون عند حسن ظن جلالته دائما وأن نضاعف الجهد والبذل والعطاء ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن نوفقنا في أعمالنا والمهام المناطة بنا وأن نوفقنا لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم على أكمل وجه دائما معاهدين جلالته بأن نبذل المزيد من الجهد ونواصل العمل بكل جد واجتهاد لخدمة مملكتنا الغالية في ظل قيادة ملك البلاد المعظم مؤكد سموه بأن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لم يكن لها أن تحقق إنجازاتها والمهام المناطة بها إلا بتوفيق من المولى عز وجل ومن ثم الدعم والاهتمام الكبير الذي وليه جلالة الملك المعظم لعمل المؤسسة وكذلك الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل الحكومة المقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله مؤكد السموه تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر